اهلا يا حبابي كيف ديرين لابس عليكم باخير عفا غبرت عليكم هاني ارجات خوصا مع دليم الدراسة جبت لكم وصفة جداد خوصا الناس كتب في وصفة سهلين دي اللي قوتي و ان شاء الله هاد شهر كامل ان شاء الله هلا كتاب عندي لكم الوصفة سهلين هكاك اللي قدر ويداتكم الدم كل قوتي ان شاء الله دا بعد ان نقدم لكم هاد الوصفة هادي دي هاد البسكوي اللي فريما زوين فهلا دا اللي كنشير وداتنا في ملحانوت ولا في السيبا ماشي الهدا ان شاء الله هكا نصبوه في الدار وبمقادر دائما بساط وطريقة كذلك سهل و سريح التحضر كذلك نتمنى ان شاء الله دي وصفات اللي اجابكم ما تنسوش لكم بحتياج وكادر كتاب عني ايبوكو عجاز صندير ما جديد واذا بنتلقوا بنجزفو الوصفة وطريقة التحضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحتاج كس الى ربع ديال السندة نحتاج كس حليب نحتاج كس ديال الزيت كسان اربع ديال دقيق وخمارة واحدة ديال 8 قرم وديال 7 قرم نحتاج كبار ديال العسل ونحتاج كدلك فاني ما بدوش فاني اخذت بطلب الزيترون والزيترون والليمون ونحتاج كدلك قبصة ديال الملحة ناخده هنا ونضيلو فيه البيضة ديالنا نخلطه مع ساندة كم يجد لكم كاف الى ربع باش ما يجيش هكاك حلوة بزعف كاف الى ربع نخلطه بزعف البيضة مع ساندة ونضيف كدلك قبصة الملحة تخضرها الدباء ونضيفها مع دكيك ومن بعد ما نخلطه بزعف نضيف الزيت والحليب وكدلك العسل والفاني نخلطه بزعف ندامج بزعف الخالط نخلطه بزعف ونضيف ونضيف نضيف نضيف ونضيف كما قلت لكم كيف يجيش الربع ديالدكيك مع خمارة واحدة وفران نضيف 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 بزعف ملحة ملحة ثم نضيف ثم نضيف ملحة ونضيف ملحة لذيك نضيف ملحة ملحة تحتاج ملحة كبيرة ؟ ثم نضيف الجيناء ملحة ملحة ما لاحق لاحق ملحة ثم نضيف ملحة Ron ملحة ونضيف اضافي لجين وضع ملعان بلغان اضافي لجين اضافي للجين لجين يمكن ان اضافي لجين اضافي لجين و تحاول ان اضافي لجين ونحن نظيف بلاسقين حيث سوف يزور تحلوه و تلسقه مع بعضياتهم و تحاولوها كما قلت لكم ديروا بابي بيسون معدكم و تلسقوا بابي الالمينيوم و يمشي حاجه باش ما تلسق لكم هذه الحلوة في ناطا و من بعد كنا نأخذ هذيك الحلوى العجينة كحلا لاتهيه في بابي كيو ام في ذاك اللابوش بعضهم تكون صغيرة و نبدأ نديروها كشكر هكك اسطورة و نديروها كما بعيدو انا دوت هشكل هكا باش نديرو بحشكل دلمي في من الفوق و نديروها كما بعيدو خفيفة ما بعيدو تزوقو اقام تزوقوش كدو نديرو غين نقاط مهم الزوقها كما قلت لكم اختيار و يمكن استمر بطريقة هذي احتا كن نديروها هذي تخيطينا و بعد كنناخد هذي لعود دلدنان ولا شي موز و نديرو هكا غاني جايين باش يجينا شكل دلمي الفي من الفوق و نمسوقة سهلة و دائما وصفة سهلة ان شاء الله هذي قوتي ويدتنا باش هكا كما يخوشنا الوقت بزاف و كاد لكم منظر دائما باش دراري تمود منظر كعاجبكم و بعد كن اخوض لاطل دياننا و كنديرو فران كما كنت لكم خطيرو كون سخون بزيان باش ما يتطورش في الوقت يجب عليكم حسنا و تقريب عليكم 5 دقيق كان ما تسخون بزاف كدديرو و تقريبا و تحشو تقريبا و تحشو تقريبا و تقريبا و تقريبا و كن ترى طابط بقرطبة و لكن ما قاس حاشب و ان شاء الله نطلقو باش نشوفو الشكل النهائي بعد ما اطيبناه كما كنت تشوفو حنا خرج دعمو فران خلطات برد ونبات كتاخذوها وكتل ديرو كونفيتر وفتهم شماش دي الفخاز ولا دي لاذاك شكرا دي لدهن دي الحبس ومام كتديرو هكا ونبات كتتحطو فوق فوق واحدة اخرى باشي جاكت حشك دي الصندويج ونبات كتصاموا بطريقة هذي تاكتكمل حيوة ديكم ولقضوك هذيك تخليو غيل هكاك هذيك الحيوة بلا ما تلسقهم كتتحلكوا واحدة بوحدة ونتمنى ان شاء الله هذو وصفات اللي اجابكم وكاد اللي كاشبكم ونتمنى ان شاء الله انت بختاجوا بشكل بزاف الناس يستفدوا منها خوصا اهل الايام ايام دراسة ايام لقوتي ان شاء الله انطلقوا في الوصفة القادمة ان شاء الله بصحة ورحم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر